بص يا صديقي انا اعرف ان لعبة يبقى ليها ستيل بوك سبيشال ايديشن اه فيديو جيم ماشي اعرف ان كتاب اجنبي يبقى ليه هارد كوفر ويبقى ليه تين ييرز يونيفيرسي ايديشن ماشي لكن الحقيقة اول مرة اعرف ان فيه كاتب عربي لرواية سبيشال ايديشن ما تيجي نفتح العمل ده ونشوف ايه هو الاسبيشال ايديشن بتاع رواية الجيل الثالث لمحمود علام يلا بينا انا طارق وانت بتشوف قناة كوكب الكتب على هذه القناة انا بقدم محتوى له علاقة بالقراءة لو عايز تشبع القراءة اللي جواك وتختار كتابك اللي جاي صح اشترك في القناة فعل زر الجرس اهلا بي قبل ما نخش على انبوكسنج هذا الاسبيشال ايديشن الذي يعتبر على قدر علمي الاول في من مثائل وفي الوطن العربي فانا الحقيقة ما شفتش اي كاتب عربي اللي عمل بينزل كنسخة عادية ونسخة شبيشيال ايديشن في مصر او في الوطن العربي على الاطلاق خليني احكي لك حاجة بسيطة كده ان علاقتي بعلام شخصية البحثة حديثة نوعا ما وانا ما كنتش اعرفه بشكل شخصي ولكن بعد ما كنت قرأت كتاب 22 السنة اللي فاتت وعملت له مراجعة اشد بشدة بالقصة اللي هو كان كاتبها من وسط هذا العمل وقلت ان هذه القصة كانت البداية لغيرت وجهة نظري في عمل 22 بشكل كامل ذلك لانها كانت قصة اقرب الى الفلسفية منها الى الرعب الصرف والراجل شاف المراجعة دي وعجبته جدا وقعدنا نتكلم ان هو فينشات اكتر من مرة وتكونت معانا صداقة اونلاين وبدأ يتابق القناة عندي ومن فترة قبل معرض الكتاب قال لي ان هو عنده في دماغه بروجيكت كبير اسمه رواية الجيل التالت رواية الجيل التالت هي الرواية المشروع الاكبر في حياة محمود علام ذلك لانها قائمة على دراسة فيزيائية حقيقية او دراسة علمية حقيقة فهو اساسا مهتم بالعلوم الفيزيائية او بالعلوم بشكل عام فحب يوظف هذا الكلام في شكل رواية فعمل دراسته الاول ذاكر اللي هو عايز يذكره في الرواية اللي يعني بروجيكت كبير قوي بتاقي اللي قاعد يشتعل عليه سنتين او تلاتة انا متشوق لقوي وبحب الحاجات اللي معمول فيها مجهود مش الشغل الكوميرشال اللي بيتعمل شقلب وقلب واسف في اللفظ يعني لكن في ناس بالفعل بتكتب حاجات لمجرد انها تبقى على ورق وخصارة فيها الورق اللي اتطبعت عليه وخصارة الحبر اللي استخدمناه وخصارة الشجرة اللي اتقطعت اصلا عشان نعمل منها هذا الكتاب لكن على الجانب الاخر علام عمل حاجة اسمها سبيشيال ايديشن الاسبيشيال ايديشن ده وهو كومبو او شكل جديد للعمل محطوط في حاجات اكسترا عن اللي القارئ العادي ممكن ياخدها لما يشتري العمل في نسخته الطبيعية في سنة 2019 محمود علام عمل ما بين الناس اللي بتتابعه في جروبات القراءة وعلى صفحاته الشخصية مسابقة اسمها مسابقة علام للقصة القصيرة الناس اللي كانت بتتفرج على هذه المسابقة او اللي اشتركت في هذه المسابقة بتكتب قصص قصيرة وحطتها وهو كان عامل قائمة طويلة وصغرها الى قائمة قصيرة زي البوكر كده بالضبط عشان يصفي شوية اعمال واستأذن دار النشر بان هو يحطها في ملحق في اخر العمل تبقى زي شاوت اوت او زي اضافة من الكاتب للناس اللي ما حدش يعرفها دي وهي حركة تحترم في حد ذاتها من شخصيا الشخص الاول محمود علام اللي جاب هذه الكتاب التي لا يعلم عنها احد اي شيء ومواهب مدفورنا حقيقيا وبيساعدها انها ترتقي فوق اسمه ذلك لان الناس هتشتري العمل باسم محمود علام وحتاخد فوقي كومبو ناس ما حدش يعرفها تجربهم لربما تعجبهم الاعمال ويساعدوا هذه الكتاب عشان تنتشر بعد كده الشخص التاني اللي كنا المفروض نشكره في الفكرة الاصلية هي دار النشر اللي هي كيان اللي وفقت انها تزود في الطباعة بتاعتها عشان تساعد هذه القراء المدفونين على هيئة كتاب بانها تديهم البوش ده على هيئة كتاب له الشهرة فمحمود علام دلوقتي الحمد لله مشهور في اوساط الكتاب الشباب لانه بيكتب بقلم جاد غير تجاري ولي اسم محترم والسرد بتاعه معروف الحقيقة لكن الفكرة دي ده غيرت قبل معرض الكتاب بفترة لا يستهان بها ذلك لان القائمة اللي كانت مع محمود علام طولت قوي الحقيقة وما بقاش ينفع انها تتحط في ملحق على نفق الدار النشر في ظهر الكتاب فتطوع علامه مشكورا ان هو يساعد ويساهم في اطباعة العمل ده فام عامل الاسبيشيال ايديشن دي وفصل القائمة اللي هو اخترها بالقصص كل في عمل منفصل بذاته وعلى نفقته الشخصية ازاي كاتب في مقتبل العمر شاب لسه بياختو خطواته في طريق النجاح اه هو راجل دلوقتي معروف ومشهور زي ما قلنا في الاوساط الشبابية ولكن احنا بنتكلمش على النجيب محفوظ احنا بنتكلمش على واحد زي علاء الاسواني عمل افلام ولي 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 ازاي هو حس بمسؤوليته عن الاقلام دي واستغسر ان القصص القصيرة دي تروح فقام على نفقته قام بالموضوع ده وكملت معاه دار النشر كيان انها ما ثابتوش يقوم بالموضوع لوحده لا سمحت بان الاسبيشيال اديشن اللي احنا بنتكلم عليها دي يبقى عليها اللوجو بتاعه وزي ما اتكلمنا قبل كده اكتر من مرة ان دار النشر دي مش دار صغيرة دي دار كبيرة ولها اسم وصمعة وانا من الناس اللي بتاخد اصداراتهم لمجرد ان عليها اللوجو وما اكتفوش بالكلام ده لا دول سمحوا لعلام يقوم بتوزيع الاسبيشيال اديشن اللي مش من انتاج الدار بتاعهم جو جناحهم في معرض الكتاب 2020 والصطف بتاع الدار هو اللي كان بيقوم بتوزيع هذه الاسبيشيال اديشن بنفس سعر النسخة العادية على مجموعة مختارة منطقة من الناس اللي بتحب علامهم امتبع اعمال رغينا كتير ما تيجي بقى نفتح البوكس ونشوف ايه محتوياته تعالوا نتكلم على البوكس الاول البوكس زي ما انت شايف مكتوب علي الجيل التالت واللوجو بتاع الرواية من برة محمود علام اسبيشيال اديشن من الجنب ومن فوق ما فيش حاجة من الظهر جين سري وهو اسم المشروع بالانجليزية اللي هقول لكم خبر حصري بتايقلي ما تقلش قبل كده في اي فيديو لقناة بوكتيوب ان العمل ده سوف يتم ترجمته الى نسخة انجليزية من دار نشر مشهورة جدا غير مصرح بان احنا نقول اسمها في مشروع ضخم جدا يحسب الى محمود علام والقارئ العربي والكاتب المصري بشكل خاص ومن الجنب هنلاقي محمود علام الجيل التالت كيان تعالوا نفتح الصندوق بقى ونشوف ايه اللي جوه طبعا هنلاقي رواية الجيل التالت وانا ما اتكلمتش على تصميم الغلاف ولا تصميم الكافر ولا تصميم العمل المضاف اليه ذلك لان كل التصميمات اللي موجودة هنا ايوا محمود علام هو اللي مصمم اغلفة كل الهيصة دي وهو اللي عامل شكل الكلام ده بنفسه راجل مالتي تالنتت الحقيقة مكتشف مواهب وكاتب ودرس في الفيزياء ومصمم اغلفة وهيقدم بوك تيوب قريب هو بيقدم شو عريدي على اليوتيوب بس مش بوك تيوب مش بوك تيوب يا علام مش بوك تيوب انا قلت وانا ما سبتش علام لما كتب لي اهداء فتحالي وكتبها لي اهداء خاص الى صديق الرائع والبوك تيوبر الكبير طريق عز سعيد بوك جدا برؤيتك اليوم واتمنى ان طروق لقك الرواية منتظر رأيك في كوكب الكتب محمود علام متشكرين على الكلمة الجيميلة يا استاذ علام وانا اصق انها هتأجبني ان شاء الله بقية المحتويات بقى بوستر برضو زي ما قلنا من تصميم علام نفسه بنفس اللوجو بتاع الرواية لكن بالشكل الاسود بالبيج شكلها حلو وظاهر قوي والمعلومة اللطيفة كمان ان اللوجو ده استيكر يعني احنا ممكن نشيل الكوفر ده ونلزقها بقى على عربية نلزقها في اي حتة بس انا انا عارف نفسي انا مش هلزقها انا احتفظ بيها زي ما هي كده عشان انا عندي شوية مشاكل يعني 14 او 16 قصة هي القصص الفائزة بمسقط علام 2019 مجموعة من القصص القصيرة اللي اختارها علام بنفسه عشان يحطها في هذا الكتاب طباعة جميلة وحلوة بالتشكيل حاجة في منتهى الجمال والروعة وزي ما قلنا حتى غلاف هذا العمل من تصميم علام نفسه الفكرة بقى بان دار نشر زي كيان لما تقوم بتوزيع العمل ده والبوكس عليه اللوجو بتاع كيان ده هيدي فرصة لل 16 كاتب دول ان هما ياخدوا حقهم في مجتمع قاسي جدا زي مجتمع النشر في مصر مشكور الاستاذ علام بان هو عمل هذه الخطوة الجريئة مشكور دار كيان جدا 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 على مساعدته ومساهمته في هذا المشروع ودعمه الكاتب شاب زي علام معروف في الوطن العربي دلوقتي ودعمه ل 16 كاتب شباب ما حدش يعرف عنهم اي حاجة ومشكور الاستاذ علام والدار على هذه الاسبيشيال ايديشن المحدودة اللي تحصل عليها عدد قليل جدا 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 من الناس في الوطن العربي وانا افخر ان انا اكون منهم قل لي بقى ايه رأيك في فكرة الاسبيشيال ايديشن اولا ايه رأيك في فكرة ان احنا نعمل انبوكسنج للاعمال بعد كده لو في فكرة زي دي اتكررت ما تقول لي في التعليقات نتكلم مع بعض وانا استفيد ذلك لان افضل التعليقات والترشيحات والمراجعات بتطلع من المجتمع كوكب الكتب يعني انت منساش تسترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتدعمني بلايك وتشار الفيديو عشان الناس كلها تستفيد وتشوف هذه التجربة الجديدة الاولى في الوطن العربي اما بقى لو عايز تختار كتابك اللي جاي صح وتشبع القرية اللي جواك فحيظهر قدامك على شاشة دلوقتي فيديو يساعدك تعمل ده روح اتفرج عليه اشوفك هناك سلام